السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة بوتيت كويزين او شيوات ام نزار وكن رحب بكم من جديد مع وصفة جديدة وفيديو جديد اليوم ان شاء الله الوصفة دينا هي عبارة على فطيرة ام عمرة باللحم المفروم والجبن كتجي اكتر من رائعة والديدة الديدة بزاف كتستحق انكم تجربوها ان شاء الله غتعجبكم وغتعجب ولداتكم او لا ضيافكم غادي نخليكم مع المقادر وطريقة تحضير ومن قبل نقول لكم لماذا لا تشتركوا في القناة اسمع لكم الا تضغطوا على الزر الاحمر وزر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل ما هو جديد ديالي ان شاء الله ندزوا المقادر على بركة الله بالنسبة للمقادر اللي غادي نحتاج المقادر الرئيسية عندي هنا يحب بس بيض وحدة مع القاة كبيرة دي الخميرة الخبز مع القاة كبيرة دي الخل الابيض مع القاة كبيرة دي الزبدة بحرارة المطبخ عندي هنا يا 300 جرام دي الزبدة الابيض واحد الصاشي دي الخميرة الحلوى والماء دافئ للعجن غناخد القصرية فاشغدين عجن او لا اي ايناء فاشمول فين كتر جنو وغنوضعه فيه الدقيق وغنضير واحد الفراغ في الوصل اللي غنوضع فيه الخميرة مع السكر باش يتفاعلوا غنضيف كذلك مع القاة صغيرة دي الملح تكون معها مرش بزيف ومع القاة كبيرة دي السكر غادي نضيفها على الخميرة والماء ونخليهم يتفاعلوا مع بعضياتهم عاد نضيف المكونات الاخرى غنبقا نضيف المقادير او للمكونات الاخرى هكا في الجوانب من بعد عاد غادي نعجن المكونات كلها مع بعضياتها نضفت هنا البيضاء والزبدة والخل وكذلك خميرة الحلوى ونبدأ نعجن بالماء يكون دافئ او اللي ممكن تعاوضوه بالحالي بدافئة لحسب المستطاع وليحسب المزوفر في كل بيت سنبقى نضيف الماء تدريجين غير شوية شوية باش ما تطلقش لي العجينة بزيف انا بغيت عجينة تكون رطبة ولا اني تكون عجينة شادة فرصة يعني انا تكون ش عجينة اللي هي جارية وغا نحاول اني غير نجمعها مزيان ما ميبقاوش ليه فيها الكويرات دي الدقيق يعادي نضلكس قريبا 1-4 دي الدقيق ماشي بزيف مهم هو العجين تكون رطبة وما تكونش قاسحة باش تجينا قطنية وما تجيناش من دقصة غادي نغطيها ونخليها تخمر وندوز المقادير الحشوة بالنسبة للمقادير اللي عندي هنا دي الحشوة غا نحساج 250 قرام دي الكفتة عندي هنا يل لحم الفروم دي البقري جوج حباس دي القرعة خضرة محكوكة وجوج حباس دي الجزر محكوك حباس بصل واحدة كبيرة محكوكة وجوج معلق كبار دي الزبدة فاشان شحرو هاد المكوينات راس معلقة صغيرة دي الإبزار معلقة صغيرة دي التحميرة او الفلفل الاحمر مطحون راس معلقة صغيرة دي الكوركم الملح شوية دي القصبور المعدنوس انا عندي هنا هاد القصبور المعدنوس اللي كيكون طري محسافة بها غرفة اللاجة ماشي في الكونجيلاتور كتصاوبو خالسي او لعقوزتي بواحد طريقة اللي هي ازوينا ان شاء الله نديرو معاكم في فيديو قادم وغنحتاج كذلك جوبن الساندويش واحد الكمية دي الجوبن الساندويش اللي غسغطينا الوجه هذي الفطيرة وكذلك سلصة المايونيز ناخدوا واحد المقلان ووضعوها فوق النار على النار اللي تكون مهيلة درت فيها جوج معاقات دي الزبدة غنضيف لهم فقط القليل من زيت المائدة غير باش ما تتحرقش نزبدة ضغية نخليها الدوب وغادي نضيف لها البصل مبشور او للبصلة محقوكة ونحركها مع ذيك الزبدة حتى تبدأ تشحر نضيف المكونات الاخرى ندير هنا يا شوية دي الملحة الملحة كتصحح لنا الدوق وفي النفس الوقت كتخلي البصلة تطلق ديك المميها ديالها او ديك المريقة اللي كتكون شوية ماشي بزيف وما كتبقى شاد دارينا غير معز بدوكة تتحرق وهنا راني ضفت الجازر كذلك غادي نحركوه مع البصلة حتى يدبل واحد شوية ونضيف عليه القرعام حكوكة او للقرع الاخضر مبشور ونبدأ نحركوه مع بعديتهم حتى يتشحروا ويدبلوا مزيان يعني ما نقيصوهم ما يكونوش قاسحين وكيف كتشوفوا معايا هنا يا الخضراء اراها بدات كتتشحر ويدبلات يعني تتغير شكل ديالها ودائما ما كان مقا نحركوه بحلة كنفتت بدك الملعقة الخشبية وغادي نضيف اللحم المفروم او للكفتة ممكن تستعملوا كفتة ديال الدجاج ممكن تستعملوا كفتة ديال ديك الرومي نيدي البيبي وممكن كذلك تستعملوا الكفتة ديال البغري كيف ما استعملت انايا وممكن اه ما تستعملوش الكفتة نهائيا تديروا الطون او اللي تكتافيوا بالخضر تزيدوا الفلفلات تزيدوا البتاطمح كوكا وتكتافيوا فقط بالخضر يعني ماشي بالضرورة انها الوصفة يكون فيها اللحم ونبدأ نضيف العطر اياه للضفص هنا الكوركم والتحميره والابزار والقصبر والبقدونس وهاد القصبر والمعدنس اللي مساوبة اه قوزي كدير فيه حتى التومة يعني في واحد الكمية قليلة ديال التومة وصراحة انك يعطي واحد انك هزوينة الاكل وفي نفس الوقت كنحتافضوا عليه بواحد طريقة اللي هي طبيعية يعني مكيبقاش بالكونجلاسور واحد لمدة طويلة هنا غادي نطفي على الحشوة ديالي ونخليها تبرد وندوز باش نطلق العجينة هنا العجينة را خمرات وحيت منها الخميرة غا نحيد منها واحد الكمية اللي هي صغيرة يعني غا نخلي الجزء الكبير هو اللي غادي نطلق واحد الكمية صغيرة غادي نحيدها نخليها باش نديرها على الوجه غا نحاول انا ينطلق العجينة بالاستعانة بالقائل من دقيق حتى نعطيها واحد الشكل اللي يكون دائري وتكون العجينة اللي هي رقيقة ما تغلضواش غادي تشوفوني السمك اللي درت فيها يعني ما خليسهش تكون غليضة بزيف لان اصلا هالعجينة كتطلع يعني كتخمر خديت هاد المول هادا ودهنته بالزبدة هو اللي غادي نستعمل ونحاول انني نقاد فيه العجينة كيف كتشوفوا معي رقق سها بزيف ما خليسهش غليضة غا نحاول انني نلبس بها هاداك المول كامل ونبقى ونضغطوه على الجوانب باش تاخد لي الشكل دي المول ونجيب دلك ونقطع هادوك الحواف او اللاداك الفائد دي العجينة اللي كيكون في الجناب ونحاول انني نقاد ده وناخد السلسة دي المايونيز غنوضع واحد لكمية تقريبا نجمعها الكبار عامرين ونسطحها بالضهر دي الملعقة على وجه دي العجينة ونجيب الحشوة دي العلي بعد ما بردات ونصبها كذلك وسط ملعجينة ونحاول انني نسرحها ونعطيها واحد الشكل متساوي ونجيب الفرماج دي الصندويتش ممكن تعاوضوه بالجبن مبشور إلا كان ممكن تستغنو عليه نهائيا هو كإضافة فقط وكيعطيه صراحة النكهة اللي هي زوينة درسوه على الوجه دي الحشوة والعجينة اللي خليت من قبل طلقتها بشكل دائري على هاد الشكل هذا اللي هي تكون صغيرة شوية على العجينة الأولى وكنبقى ندير أشريطة بهذه الطريقة وما بين شاريط وشاريط كندير شاريط أخر يعني كل جوج أشريطة كندير مبنسهم شاريط أخرى غدي نلفها على دلك ونجيب الفطيرة ديالي ونوضع العجينة على الوجه ديالها ونحاول أنني نقادها ونبقى نجبد هديك العجينة واحد شوية باش تعطيني واحد الشكل بحال الشكل ديال الشبكة اولا بحال الشكل ديال خالية النحل كيسعطي واحد لمنظر لي هو زوين صراحة سن وكتجي خفيفة ما كتجيش عامرة بزاف بالعجينة ونحيد هادوك الحواف هكا غير بيدية اولا دك الفائد ديالعجينة هنا درس واحد اصفر بيضة هو باش هادي ندهن درسوا بوحديته غادي ندهن بيه الوجه ديال العجينة حسا ندهنها كاملة ممكن تديروا شوية ديال الحليب مع صفر ديال البيض انا كتافيس فقط بصفر البيض ما كانش متوفر عندي الحليب غادي نخليها واحد المود ديالي ربعات دقايق وندخلها الفران اه العافية تكون غير ملتاحت حتى تتحمر ملتاحت عاد نشعروا عليها من الفوق تاخد لنا واحد اللون محمر ونخرجوها اه اه عليها اه انتوما خليوا تاخد لون محمر ذهبي وخرجوها اه وانتمنى ان وصفة اليوم هنا لاعجابكم وهنا بعد ما قطعتها كيف كتشوفوا معايا من الداخل جات رائع جدا ولدي ده بزاف كنتمنى انكم تجربوها وما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب ده كان فيديو كاستحق الاعجاب وما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد دلي ان شاء الله قدي نقول لكم مع السلامة الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة